مرحبا برجل القوس اهلا فيكم نبتدي اول شي في الطاقة العامة من هذه الورقة اللي سحبتها لكم طلع عندكم وايلد شي جامح رقم 15 تحتها احسهني ان في امور مشات بسرعة او راح تمشي بسرعة بينك وبين الشريك انقطاع بسريع يتغير عليك بسرعة لان هي كرت الجموح اوكي يتغير بسرعة تصدر منه تصرفات غريبة متعود ان يتصل في الوقت الفلاني او يرجع البيت في الوقت الفلاني يصير فيه تغيير عاصف مرة واحدة مثلي العاصف هشلون اتيه مرة واحدة يكون غير غير ممكن تتنبأ بتحركاتها هذه الطاقة اللي راح تأتي ولكن تأتي من قبل الشريك خلني اكون واضحة واللون الاحمر هني قاعد يجذبني راح يكون اما اهوه في خطر يحط نفسه في موضع خطر او يقوم بشي عابر سريع يوقع اوراق بسرعة يدخل فيه علاقة عابرة بسرعة يرتبط حتى بسرعة ولكن يدفع الثمن غاليا يرجع يبكي هذه الطاقة العامة انه راح يتصرف بسرعة شريككم وايضا راح يدفع الثمن سريعا خلال اقل من شهر حتى بسرعة مثل ما الامور مشت بسرعة بينهم وبين بعض هني ممكن تكون حتى علاقة بزنس وعمل ترد تخترب وتتكسر تتكسر سريعا مع ان البنيان جديد ولكن مو مبني على اسس قوية هاي اللي ابي اقولها انت فقط يا برج القوس اللي تقدر تحدد هل هي علاقة مع احد من الاهل هل هي علاقة مع شريك جديد في الاعمال مع شريكك هني تعرف عليه شخص جديد سريع ممكن تكون حتى علاقة عابرة علاقة جنسية عابرة انت اللي تقدر تحط يدك على الموضع وبالضبط تعرف شنو يعني لك هذا الكرت ومن هو بالضبط هذا الكرت لان كل واحد السيناريو ماله راح يختلف ندخل حين في طاقة الحيوان قبل ما نتطرق الى الترو انت عندك الخفاش شريكك الخفاش طبعا عن صرح هوائي كأنما اللون قاعد يجذبني فيش تشابه في اللون هني كأنما انت اللي راح تكون يا برج القوس خصا بذا صرت ذكي شوية انت اللي راح تكون تسلم وتلوذ بالفرار من المصيبة اللي بتغلق يدها على شريكك هني هي المصيبة جاية جاية في الطريق ولكن انت اللي تقدر انه لانه عندك جنحان تقدر تطير بسرعة شريكك عنده سمكة السمكة راح تكون مشتتة وخائفة متعبة وايضا غرقانة في الماء ما تقدر تسوي شيء الطرف الثالث من هما عندنا الحمار الوحشي الزيبرة هذا هي طاقة الطرف الثالث الطرف الثالث انسان اجتماعيا الكل ينفر منه يعني الكل يتفق ان هذا الشخص انسان مثلا احنا نحذر منه اهو نفسه علامة خطر اهو هاي اللون ولكن حقيقة اذا تشوف الزيبرة عنده كذا لون فما ادري احس انه انسان يمكن يعتبر بين الناس ما يحترمونه ما يوافقون عليه ما يوافقون عليه كون صديق لشريكك ما يوافقون حتى عليه المقربين منكم ان يكون زميل دراسة صديق ما يوافقون عليك ارتباط ارتباط سريع ولكن في اصرار من جانب شريكك في الماضي ايضا انتو اللي تقدرون تحددوني يا برج القوز اذا هالشي ابتدى يصير ولا قرد يصار واذا ما صار اصلا معناته راح يصير في المستقبل اطلع علاماته عندكم في المستقبل مثل هالسيناريو انه عندك هني شخص تمسك وعاند عاند تسعة الاخصان طاقة عدم الاستسلام بالرغم من تحذيرات الكل في اخرين لون الاحمر يقول لي انه مو بس انت اللي لاحظت الاخرين المقربين من شاركك الاهل والاصدقاء لاحظوا اعرفوا انه راح يختار انه يدخل مثلا في علاقة او في نوع من البزنس مع هذا الشخص او يعمل مع هذا الشخص وحذروا حذروا ولكن اهو اللي ما سمع الكلام احنا مثل اللي نقول للطفل ترى هذا حار لما يكون بيمسك الكهرباء او بيمسك الجمر نقول له هذا حار وهذا حار وانحذره وانبعد يده بس بعدين يغافلنا الطفل ويصر انه هو يجرب لنفسه ويصيح هذا هي طاقة شركك هالشهر انه فعلا راجع لك ويصيح راجع اهني الماي اللي قاعد ييني من السمكة هي كأنما دموع دموع خوف دموع وحده لانه دخل في مصيبة كبيرة في التزام مع هذا الطرف الثالث ممكن كل طرف الثالث هاي شركة ترى توقيع عقد عمل انت اللي تقدر تعرف خلت خلت طاقتك عندك الخفاش كأنما ان طاقت اللي امك داعيت لك احنا نقول طاقت اللي سلمت او رح تسلم في اخر لحظة من المصيبة اللي على وشك ان تغلق اهني من المصيبة اللي على وشك انه تسقط على رأس شريكك عندك كرت العدالة برج الميزان عندك حماية الهية مطلقة انتي ممكن تفكر هي بسبب شخص معين تدخل مثلا كنتوا رح ترتبطون انت والشريك على وشك الارتباط اللي خلاص ما باقي لكم اللي خطوتين خلاص تكونون متزوجين مثلا على وشك انه تدخلون في شراكة مع بعض مع هذا الطرف اوكي لحسن الحظ كان في عراقيل في دربك انت انت تفكرها عراقيل ولكن هي حماية الهية عندنا كرت العدالة الله ما سمح ان انت ايضا تكون جزء من هذا المشكلة او الفخ اللي صار اهني ولو انا ما احس انها مطاقة فخ لان الزيبرة واضح في الوانه في لون اسود وفي لون ابيض بس مو مختلطين مع بعض ما فيها خلط واضح اوكي فهذه الحماية الالهية ايه هي اللي حطت العراقيل امامك عشان ما يصير فيه التزام وارتباط عشان ما يجرك الشريك لهذه الهفوة الاحساسي العابر انه يبي ياخذ هاي المخاطرة مع هاي الشخص اه في الفترة القادمة شنو لا راح يصير السمكة متجهة تجاهك انت فرح يرجعلك الشريك مو فقط ندمان ولكن بسرعة يبي وهني فقط شي مهم من الامام الاستقرار من الاموال او راح يفقد اوكي بسرعة يبي يعوض خسارته عن طريق انه يثبتك انت طلع عندك الخفاش كأنه يقول لك كأنه يقول لك لا تثبت لان حتى طاقة الارض اللي طلعت عندك عبارة عن الخماسيين عبارة عن طاقة الجاغلينج رجل موجودة ورجل مموجودة احنا نقول رجل في الدنيا ورجل في القبر داخل وطالع في نفس الوقت ما تكون مثبت اذا ثبتك الشريك في زواج في ارتباط اخذ منك كلمة اخذ منك وعد حتى اذا عطيتك كلمة انه راح تظل معاه في الفترة القادمة ما راح يتعلم درسه ورح انت معاه تدفعون الثمن مو بس اهوا بروحه شي انت مالك ذنفه راح تدفع في الثمن هذا مو وقت تقديم المساعدة لشاركك ما حسب هالشي لانه عندك الكوب الاول الكوب الهول هو مو بس كوب الاعتذار كوب الزواج كوب اللي خلاص صرت مستعد اعطيك كل اللي تتمنى ولكن راح يأتيك بثمن هاي اللي ابي اقول راح يأتيك بثمن انت غني عنا لانه كأنه ما في وقت انغلقت عليك للابواب شريكك عشان تضحي الرجع يبي يفتح الباب معاك فعشان الكوب هذا قاعد يقدم لك نعم ولكن من اجل الاسباب الخاطئة في المستقبل لما يأتيك الكوب تحرص ان يكون مع شخص ما عنده مشاكل او يكون شريكك وضعه اصلا ما عنده مشاكل ما عنده التزامات مو طيح في مشكلة من اجل ذلك راجع لي ليش راجع اتقد قلك شذي يعني الحماية الالهية جدا قوية وموجودة واحسا انا هنا في كارت العدالة برج الميزان ولكن اذا انت رضيت انت تقع في الفخ هذا الشي هذا الشي خاص فيك انت ما حد يقدر اقرره بذلك شريك عنده السمكة عنده ستة الاخصان مقلوبة لما تكون شذي معناتها متوج امام الناس ناجح في عيون الناس لما تكون شذي معناتها انتكست وانتكاسة كبيرة امام الناس لانك اصريت في تسع الاخصان اصريت على غلط ملكة السيوف في شخص اكبر منك سنا في شخص تكلم مع شريكك قعد معاه قعدة طويلة وتحدثوا في الموضوع وفهم ان تعاقدك او دخولك في علاقة مع هذا الطرف الثالث تقربك منه حتى كصديق جدا ضار عندنا ملكة السيوف احنا دائما نقول ملكة السيوف اللي على طول تسحب سيفها وتقطع ملكة السيوف وهني احسها حتى اهيها داست على نفسها عشان تعقل عشان تثبت تفتح عين شريكك السمكة السمكة اللي تريد ان تأكل الطعم وما يهمها شنو راح يكون فيه نتائج احتمال كبير ايضا شنو الطاقة اللي قاعدة تهيني احتمال انتو كنتو في انفصال او في ابتعاد بينك وبين الشريكة هنا في نزوة هاي الكلمة اللي كنت بحث عنها نزوة اوكي في نزوة شذي عابرة سريعة التقى بانسان او انسانة مو من ثوبة شخص جدا مختلف من ديانة مختلفة دولة مختلفة يتحدث لغة مختلفة لانا عندنا زيبرة شخص لونه غير شكله غير من اسره ارستقراطية جدا مختلفة انجذب شريكك لهذا الشخص سريعا قرر انه خلاص راح يرتبط فيه او انجذب له حتى كزميل عمل بسرعة قرر انه يفتح معاه شراكة بس لانه يلتقوا مع بعض كم مرة في اجتماع وشافوا فيه تفاهم اوكي انجذب الطفل هنا عندك شخص مو ناضج شريكك انجذب للنار واصر انه يمسك الجمر الحار ما تقدر تسوي الشي لان هنا في شخص عندنا ملكة السيوف ام اب اخ اكبر سنن شخص اكبر سنن عند شريكك قعد معاه قعدة طويلة مو من عادة هذا الشخص انه يقعد مع احد او يحذر احد او حتى يهتم باحد هذا الشخص هم نفسه ملكة السيوف ولكن مع ذلك قعدوا مع شريكك او راح يقعدون مع شريكك نفس اللي اقوله لكم غيروا الوقت الزمني للقراءة عشان يفهمونا فيه وقفة جادة من اسرته من من اصدقاء حوله يمنعون هاي الارتباط ولكن شريككم راح يكون فيه من جانبه اصرار ولكن اصرار يخليه في النهاية يبكي ندما هاي اللي لازم ننتبه له اوكي بعدين عندنا الطرف الثالث عنده الحمار الوحشي عندنا عشرة الاخصان عنده ملك السيوف وعنده السيفين لازم اتكلم اهني بصراحة لما احس ان فيه خبث عند الطرف الثالث نفس القراءات السابقة او قراءات الابراج الثانية قلت لهم ان انا احس الطرف الثالث خبيث انا ما احس اهني ان الطرف الثالث خبيث الطرف الثالث اهني شركك راح يرجع وعذره راح يكون افلان قص علي افلان كذب علي افلان خدعني الله هو هذا الشخص بس ما قاعد احس في هاي الطاقة قاعد احس اهني في شخص الطرف الثالث قاعد يقولي القصة من لسانه او من من جانبه قاعد يقولي انا انا عمري ما مثلت اني مثلا متدين عمري ما مثلت اني كذا كذا انا اتصرف على حقيقتي انا جمر انا نار وكنت اتصرف كأني نار انا مو نار تصرفت كأني ثلج لا انا نار اتصرفت على اساس اني نار واعرض نفسي امام الناس اني نار اوكي ممكن تكون حتى امرأة ممكن تكون حتى رجل انا شديد طبيعتي ما تلونت اهني زيبرا قاعد يقولي ما تلونت عشان احد ولكن اهو هذا الشخص اللي هو شريكك اهو اللي انجذب اهو اللي اصر عنده تسعة الاخصان اصر لكن ليش اهني احس اصراره ما في وعي لان ما طلع عندنا الوجه الثاني لهذا الكرت الوجه الناضج كرت القوة لبرج الاسد الثبات لا طلع عندنا حتى تسعة الاقصان نصر على الغلطة اللي هو فيه من البدايه آم الطرف الثالث قاعد ي قولي انه دخلوا في نوع من الاتفاق كان في بينهم اتفاق طاقة السيف مع بعض مع مالك السيوف دخلوا فيه اتفاق فيه عقد عقد لفظي ام عقد وقعوا بالأوراق كان فيه اتفاق واضح بينهم بخصوص الشروط بخصوص مثلا المهر بخصوص كم يكون مبلغ الشراكة كان فيه تفاصيل جدا كثيرة متفق عليها وايد اكثر مما تتخيل وفي كل مرحلة وفي كل شرط قال الطرف الثالث شريكه كوريد قال انا موافق عشان شدي صارت المشكلة مو لان الطرف الثالث اللي احنا دائما نتوقعه هو المخادع وهو النصب ما عنده طاقة النصب عنده طاقة انا من البداية كنت واضح اني اتوقع الكثير من الاموال او الكثير من الاهتمام الكثير من العطاء الكثير من النجاح اوكي اللي صار انه احني شريكك اوهو اللي قال انه رح يقدر رح يقدر يوفي رح يقدر يضخ الاموال رح يقدر يكون موجود مثلا لو كان زواج رح يكون شريكك اوهو اللي قال للطرف الثالث عادي نتزوج ونعيش في اي دولة انت تختارها مو لازم تعيش معاي في دولتي هاي نوع من الاتفاق قلنا من البداية انا قلت له انا وضحت له واحنا اتفقنا على الشروط وكنت واضح معا او كنت واضحة انا كامرأة معا بعدين اقف فترة السمكة هني يد تشكي وتبكي انه ما تقدر توفي كل شروط العقد كل شروط الاتفاق عشان شذي صارت المشكلة عشان شذي صار الانكسار الصدع السيفين هني كرت الابراج الهوائية وبالخصوص برج الجوزاء يبين الصدع اللي صار وين الانكسار في احد الشروط الاساسية اللي اخل فيهم شريكك يمكن من الاسهل نسمع او نقول ان الطرف الثالث هذا الشخص الغريب اللي احنا ما نعرفه هو الانسان السيء بس لا مو هذه حقيقة الوضع كان جدا صريح ولو انه دبلوماسي عندنا ملك السيوف كان نعم عنده اسلوب كريز مجذاب ولكن في نفس الوقت كان صريح في شروطه مثلا هذي علاقة عابرة اعطني كذا كذا اعطيك كذا كذا هذا نوع من البزنس رح ندخل فيه نحتاج مليون شركك ما عنده مليون قال انا عندي مليون محتاجين انضخ مليون كل شهر ما عنده قال عندي وبعدين لما جل وقت وصار في وقت تنفيذي هني تده شريكك يتعذر او يتلكك فللأسف هني يبرج القوس ما احس ان الطرف الثالث هو الغلطان ولا حتى انتو الغلطانين التحذير الوحيد ان لا تحاول تهب الى مساعدة الشريك في الفترة القادمة رح يتعود انت رح تخسر تدفع ثمن غلطة انت ما غلطها قرار خاطئ انت ما اخذتها هني كأن الطاقة تقول لي انت مو ام احد انت مو امه انت مو ابوه حتى الام والابو يقدرون يساعدون لحد معين مو حد مفتوح مو حد الانفينيتي اللا محدود لا ما يصير هذا الكلام عندك حماية عندك الكثير من الحماية والكثير من الاشياء تشوف كأن احس حتى احتمال عروض ثانية تأتيك من اشخاص ثانين عروض عمل افضل زواج افضل اوكي ولكن لتصير عالق اهني مع السمكة لان السمكة امام الناس احن شنو او شنو في المستقبل رح يصيدها لهو شريكك شريكك رح يمر بمرحلة ان هذه المشكلة تصير عبرة امام الناس تنتشر امام الناس وصير اهوة كأنما يتشمتون فيه الاخرين فيه شماتة قادمة في الطريق الخيار اللي لازم تختاره وبوعي ان انت الله سلمك من الموضوع سابقا ولكن اذا رديت انت تدخل معاه في الخطر هذا موضوع ثاني لان الشماتة قادمة عندك جنحان تطير فيها عندك حماية تقدر تستعملها عندك عروض افضل قادمة في طريقك مع اشخاص افضل هل تريد ان تظل وتدفع ثمن غلطة انت ما غلطها عندنا هني ستة الاخصار ان في شيء امام الناس رح ينكشف اوكي عزيزي برج القوس هذي كانت اشتركوا في القناة